تركز ألية عمل صندوق العمل تمكين على تنفيذ العديد من البرامج والسياسات رمية إلى خلق فرص عمل نوعية ذات جودة للكوادر الوطنية المؤهلة وتوفير الأجواء المناسبة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بأعمالها وأنشطتها التجارية المختلفة نعم هذا ويوصل صندوق العمل تمكين تنفيذ خططه الاستراتيجية المنبثقة عن الرؤى والتطلعات الوطنية لدعم التحول الرقمي في المؤسسات وتشجيع الابتكار وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين إلى جانب مجموعة من الشركاء الناشطين في منظومة فريق البحرين يبرز الدور الفاعل الذي يؤديه صندوق العمل تمكين وطبيعة الأهداف الرئيسية التي تقع على عاتقه تحقيقها والتي من أبرزها خلق فرص عمل نوعية ذات جودة عبر تعزيز المهارات التقنية والرقمية لدى الكوادر الوطنية وهو ما يتوافق مع جهود تمكين في دعم التحول الرقمي للمؤسسات إضافة إلى تشجيع التحول القائم على الابتكار في نماذج الأعمال وزيادة المرونة المؤسسية بما يسهم في نمو الأعمال وتوسع نشاطها وفي خضم الاجتماع الدوري الثالث لعام 2022 الذي عقده مجلس إدارة صندوق العمل تمكين والذي عني بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية السنوية للصندوق وبالاطلاع على سير العمل خلال الربع الثالث من هذا العام ترامت أولويات العمل الحقيقية المراد إنجازها في الفترة الحالية والمنبثقة من الرؤى والتطلعات الوطنية التي كرستها الحكومة الموقرة من خلال خطة التعافي الاقتصادي والسياسات الوطنية المصاحبة لها ليتوجه القائمون على الاجتماع إلى عرض أهم النتائج للبرامج والمبادرات التي أظهرت زيادة في نسبة دعم المؤسسات الجديدة وتحقيق ضعف العدد المستهدف بما يصل إلى 1935 مؤسسة لتبلغ نسبة الدعم الموجه للوظائف الجديدة المقدمة إلى البحرينيين إلى 75% أي بما يزيد على 7400 وظيفة ناهيك عن تبيان نسبة الدعم الموجه للتدريب والتي استقرت عند 67% بعدد إجمالي بلغ أكثر من 6668 متدربا أرقام تعكس حدوث تنام ملحوظ في الدعم المقدم للأفراد والمؤسسات في العديد من المسارات بما يتوافق مع الإطار الزمني المقرر لهذا العام وهي نتائج تظهر مدى التزام صندوق العمل تمكين بأداء الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ الخطط التي تم صياغتها لتفعيل الدعم المقدم من تمكين في إيجاد الفرص التدريبية والوظيفية للبحرينيين وتعزيز نمو واستدامة الأعمال ومساهماتها في استعاب تلك الكوادر الوطنية المؤهلة بالشكل الذي يتماشى مع حزمة البرامج الـ 16 التي أطلقتها تمكين مطلع هذا العام كجزء من خطة التحول الشاملة التي تركز على تحقيق تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني